السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نتحدث بمعشية الله تعالى عن موضوع مهم للكثير من الباحثين في تخصصات مختلفة هو كيفية استخدام موقع ليبجين ليبجين حضرات هو اختصار ليبري جينيسيس ليبري جينيسيس دي عبارة عن مكتبة إلكترونية ضخمة بالضم ملايين الكتب والمقالات العلمية في مختلف التخصصات لو حبينا تعرف الحضرات على هم الموضوعات اللي بتنوالها هذه المكتبة نضع على توبيكس هل لاجأ هم الموضوعات الحضرات على سبيل المثال التاريخ الجغرافية الاقتصاد التعليم الرياضيات الطب علم النفس وعلوم اجتماعية أخرى بالنسبة طريقة البحث الحضرات في هذه المكتبة نضع ماشر موس هنا في مربع البحث ونحص مثلا عن كتب في تاريخ الجمهورية الرومانية نضع وهو موسيقى ونختار من اسخل هنا تايتل حتى يكون معنا البحث اكثر دقة ونضع على سيرشو لحبينا ننزل كتاب من الكتب دي حضرات مثلا نضغط على رقم واحد وتظهر لنا نافذة جديدة نضغط على جد وتحدد من هنا المكان اللي أنت عايزة تنزل فيه الكتاب وليكن ديسكتوب وتضغط سيف وتضغط هنا ستار دولوت ينزل معك الكتاب الكل سهولة أنا لو حبيت أبحث عن مقالة علمية معينة هذا يكون من خلال اختيار scientific articles أنا لو حبيت أبحث عن سبيل المثال عن مقالات في القانون الروماني هكتوب هنا في مربع البحث رومان لو وعمل سيرشي سوف تظهر لكل المقالات الموجودة بالموقع أنا لا أريد أن نزل المقال من المقالات حضرات أضغط على أي روض من روض دي أختار ده مثلا وأضغط على جد وأختار المكان اللي عايزة نزل فيه المقالة وليكن ديسكتوب وأضغط سيف وأضغط على ستار دولوت تنزل لي المقالة بكل سهولة طيب أنا لو حبيت أبحث عن كتاب معين بس مش بالعنون بتاعه ولكن باسم مؤلف ده بيكون حضرات من اختيار تحت المؤلفين وأكتب اسم مؤلف هنا وأعمل سيرش ويظهر لكل الكتب المتاحة في هذه المكتبة وفي حاجة تانية عضلة برضو ممكن نستفيد منها في هذه المكتبة لو ضغطنا مثلا على التويب اللي هو بتاع دولوت هللاجي فيه رابط تاني أخرى برضو للمكتبة وفي مكتبات أخرى بتضمها هذه المكتبة زي زيد ليبري ضغطنا على كده هتفتح لنا صفحة جديدة ممكن نبحث فيها هنا كل سهولة وبرضو هللاجي حضرات في الدولوت دي برضو في بوكفاي دوت نت دي مكتبة تانية تضغط عليها كده دي برضو ممكن نبحث فيها العديد من كتب وبالنسبة الرابط الموقع أو المكتبة فانسيب لكم الرابط أسفل الفيديو والتوفيق إن شاء الله شكرا شكرا